اروح بقى للمحافظات بسرعة احنا لقينا في المنوفية جراحة فضيعة جدا الحقيقة سيدة بتلعت فرشة سنان ازاي بتلعتها محدش تسألني بس بتلعتها سيدة اربعينية بتلعت فرشة سنان وفيه جراء وفيه طائم الحقيقة جراحين يعني يقودهم الدكتور احمد صلاح سيف استطاع انه ينقذها ويطلع الفرشة من المريقة ما هي المريقة بوابة من البوابة وبعدين هو كان معنا قبل كان مفروضها يعني معنا مداخل قبل الهوى بس اهل المريضة رفضوا انه قالوا لا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده احنا بنتكلم في الموضوع ده يا جماعة يا سيدتي ربنا يا عفيكي وشفيكي انا معرفش ازاي هي بلعت الموضوع يعني برضو انا هتجنن ازاي واحدة بلعت فرشة سنان دي انا مش مش ادرس توعبها عم عزب مش ادرس توعبها لو حد يفهمني يجبني فهامة في كل الاحوال هو نجح هذا الدكتور انه طلع الفرشة وهي دلوقتي بتتعافى والف سلامة بس اخدوا بالكوا يا جماعة وانت بطولوا سنانكم احسن ايه الفرشة السنان تقفز وتخش على مناطق غريبة ما هي دخلت مناطق غريبة الفرشة بتخش السنان وخلاص واحنا بنتحكم في سناننا وفي الفرشة انما تقفز الفرشة للمعدة ولا المريء ولا الامعاء دي دي حاجة غريبة مره u الأخمار مره ترجمة سمجمات